تحول العراق عمليا إلى ساحة كر وفر بين الأطراف المتنازعة إذ تجسد حرب صواريخ الكاتيوشا وقنابر الهاون مستوى متقدما من المواجهة في تطور لافت دخل القضاء العراقي على خط الأزمة بلقائين منفصلين مع سفيري واشنطن في بغداد ماثيو تولر والمملكة البريطانية المتحدة ستيفن هيكي لمناقشة وبحث تداعيات استمرار استهداف البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي في وقت تتصاعد فيه وتيرة التهديدات الأمنية بشكل لافت ويأتي تحرك القضاء متزامنا مع تنفيذ قوة من مكافحة الإرهاب عملية تفتيش وبحث عن مهدد أمن السفارات والبعثات في منطقة الجادرية بعد ورود معلومات عن انطلاق بعض الصواريخ من تلك المواقع ومع تعالي الأصوات الرافضة لسياسة الاستهداف الممنهج تقول الخارجية الأمريكية إنها تدرس خيار الرد على الاعتداءات المتكررة التي تهدد مصالحها وقواتها في العراق من دون تحديد نوع الرد الهكومة الأمريكية والجيوش الأمريكيين ووزارة الدفاع كلها مستعدون للرد لأي هجوم ويفسروا مراقبون التحرك القضائي والحكومي على أن السلطات في العراق باتت تتخذ خطوات جدية لإيقاف حرب الكاتيوشا التي وضعت سمعة العراق دوليا على المحك ويتيح الوضع الأمني السائد في العراق لجميع الأطراف التي تمتلك الإمكانيات اللازمة تنفيذ عمليات عسكرية ضد خصومها ما يضع العراق على صفيح ساخن باستمرار موسيقى اشتركوا في القناة